دشنت وزارة الإعلام اليوم المنصة الإلكترونية تلفزيون وإذاعة البحرين لبث القنوات الإذاعية والتلفزيونية في إطار المشروعات الفنية والتقنية التي تنفذها الوزارة للنهوض بالرسالة الإعلامية شكلا ومضمونا وتأثيرا ولدى تجشينه التطبيق الخاص بالمنصة قال الدكتور عبد الرحمن محمد بحر وكيل وزارة الإعلام إن هذه المنصة الإلكترونية الحديثة للمحتوى الإعلامي التلفزيوني والإذاعي تهدف للوصول إلى جميع مستخدمي الأجهزة الذكية وتمثل إضافة نوعية إلى مسيرة الإنجازات المتحققة في قطاع الإعلام والاتصال وأشار الدكتور عبد الرحمن بحر بجهود فريق البحرين في وزارة الإعلام وما يوليه من عمل مستمر بمتابعة من سعادة سيد علي بن محمد الرميحي وزير الإعلام وأكدا أن تجشين مثل هذا التطبيق المتطور يعكس استمرارية عجلة التطوير والتحديث ويؤكد أن جهود العطاء التي يقوم بها أبناء البحرين لهذا الوطن العزيز غير محدودة رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد والعالم حاليا مع تفشي جائحة كورونا كوفيد-19 وأوضح وكيل وزارة الإعلام أن هذه المنصة يقوم عليها فريق متكامل من قبل الإدارة العامة للشؤون الفنية والإدارة العامة للإذاعة والتلفزيون ويعمل على مدار الساعة لاستدامتها وتحديث محتواها وتضم البث المباشر لكافة قنوات تلفزيون البحرين والمحطات الإذاعية بالإضافة إلى المواد الإرشيفية للمحتوى الإذاعي والتلفزيوني والتي من خلالها يمكن للمستخدم لهذا التطبيق الرجوع إليها في أي وقت